هل فعلاً إحنا نقدر نقول أنها ظاهرة الولادة القيصرية وإنه معدلات الولادة القيصرية في مصر من أعلى المعدلات عالمياً هل المعلومة دي علمياً صحيحة؟ يعني خلينا نستعرض لغة الأرقام نقول سنة 2000 كانت نسبة الولادة القيصرية في مصر 10% وده رقم كان مقبول جداً ساعتها ف2008 الرقم نط من 10% ل28% يعني في 8 سنين الرقم الضائف في 2014 الرقم نط من 28% ل52% يعني من 2000 ل2014 الرقم الضرب في 5 أطعاف الكلام ده كان بيبقى طبقاً لحاجة اسمها الـ DHS ده اللي هو المسح السكاني طب آخر أرقام رسمية اللي هي طبقاً لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 20-21 اللي قام بيها الجهاز في مركز التعباية العامة والإحصى وعلونت نتائجها في 2022 الرقم نسبة الولادة القيصرية في مصر بقى 72% إذا 72% من الولادات في مصر كيصرية بش طبيعية؟ ده رقم كبير أنت الدولة رقم واحد في العالم في نسبة الولادة القيصرية وحركة متخيل 2000 كان نسبة الولادة القيصرية 10% بقيت 72% يعني أنت بتتكلم في ظرف حوالي 20 سنة أنت الضعفة 7 ضعف وده ما حصلتش في أي حتة في العالم أن الرقم ينقط من 10 إلى 72% في حوالي 20 سنة فبالتالي أنت قدام ظاهرة خطيرة أنت الدولة رقم واحد في العالم في نسبة الولادة القيصرية وخلينا نقسم كمان نقول الرقم لما نقسمه نقول نسبة الولادة القيصرية كانت في المنشئات الحكومية كان 63% بينما في المنشئات الخاصة كانت 81% يعني معنى كده أن من كل 10 ستات أنت هتشوفهم بالتابع برة مع الدكتور خاص أكتر من 8 مال 10 هيكون هيولد ولادة قيصرية عندك لما نبص برضو على المحافظات في بعض المحافظات كان فيها نسبة الولادة القيصرية في المحافظة كلها تتعدد 90% 91% وعندك 90% 89% فبالتالي دي أرقام كلها تقول أنك قدام ظاهرة طب الناس هتسأل طب هي مشكلتك مع الولادة القيصرية بخلاف تكلفة اقتصادية علي جدا أن تمن الولادة القيصرية هي لها مضعفات ومشاكل أكتر من الولادة الطبيعية يعني تعالي نتفكر كده بالعقل أكيد الحاجة اللي ربنا خلقها اللي هي الولادة الطبيعية هي أحسن للأم وولادة طفل مشكلتنا قد يكون في مصر أن أنت عندك جزء أن الناس ما عندها الثقافة طبية فممكن الست كده بالعقل تقعد تفكر تقولك ده أنا سمعت الولادة الطبيعية تقعد لها من 18 إلى 20 ساعة والولادة القيصرية بتقعد أقل من ساعة الولادة الطبيعية أنا معرفش اطلق هيجي الصبح ولا بالليل في أول التاسعة ولا في نص التاسعة بينما الولادة القيصرية أنا عارفها معتها هي بالعقل لو أخذت بس المعلومتين دولت هتقولك لأ أنا أختار الولادة القيصرية بينما إحنا محتاجينك بقى تاخد الصورة الكاملة تعرف مازايا الولادة الطبيعية المشاكل اللي ممكن تحصل من الولادة القيصرية ونقول حل بالك في ارتباط في مصر كمان ما بين الولادة القيصرية وانخفض معدلات الرضاعة الطبيعية إن ساعة الست بعد الولادة القيصرية مع القلم مش قادرة إن هي تقوم وتردع فيحصل إن هي ما تردعش في أول يوم يومين ثلاثة ندخل للطفل اللبن الصناعي اللبن الصناعي طعمه نسكر البيبي لما يجربه مرة واثنين هيكتشف إنه طعمه حلو لما الأم بعد كده يتحاول تردعه ما يرداش ياخده هيختاره